سلام المسيح مع جمعكم ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة النهاردة أنا عايزة أشكر ربنا على حضوره وإعلاناته ورحماته الموجودة في وسطنا كل يوم أحب أشارك معكم حاجة عن موضوعي النهاردة من حياتي الخاصة وأعتقد أنها ممكن تتلاقى كثيرا مع معظمكم وأنا صغيرة وكان مثلا يخطر على بالي كده سؤال عن الله أو عن الرسول مثلا وطبعا كنت وقتها مسلمة كان أول شعور أشعر به هو الخوف على طول وأترعب على طول لأنه السؤال ممكن يكون معارض لما تعلمته عن شخص الله أو أنه مثلا طب ليه ربنا اختار الراجل ده بالذات يكون النبي يعني طب ليه هو أحسن واحد اختاره أنا مش شايفة كده مثلا الأفكار دي كانت جوايا لكن أما أول ما تخطر على بالي قبل ما أروح لحطة التحليل والسؤال طب أنا ليه بسأل والمقدم ليه إيه واللي في إيدي إيه والكلام ده كله واللي بقراء إيه على طول أترعب فيحصل إيه نستغفر بقى ونستعيز وعاوزوا بالله من الشيطان الراجيم عشان على طول في بالي أنه دي واسف عشان من الشيطان أسئلة عن وجود الله أو عن حقيقة الدين على طول الشعور بالخوف يهجمك على طول وانت بتفكر في الموضوع ده الحقيقة أنه الشعور ده تفاقم جدا لما بدأت أتساءل عن صحة الدين وسحة طريقي إلى الله طبعا كان مقابله بالرغم من الدافع الكبير لجواه أنا عايزة أعرف الحقيقة أو عايزة أجد طريق حقيقي للعلاقة بالله كان جوايا النزاع ده من الخوف من الرعب من ما أعلمه عن عقاب الله للي بيشك فيه واللي بيقول حاجة ضده أو اللي بيفكر ضده أو اللي بيخرج عن الصراط المستقيم اللي تعلمنا لازم نمشي عليه من غير ما تفكر التساؤلات دي بنسميها شك أنت بتشكي في ربنا أنت هتسألي ربنا أنت هتسألي الشيوخ وهكذا بدون إرادة اتعلمنا أن الشكوك دي حرام وأن الأفكار دي حرام فنستعيز ونستغفر دي بقى يعني طول ما إحنا قاعدين الشيطان بقى نستعيز من الشيطان بالله ونستغفر الله لأننا قررنا فكرنا عرض علينا فكر مخالف لما تعلمنا أولا هل صح نسمي الأفكار دي شك ولا نسميها أفكار فكرة تساؤلات بحث نقد حب معرفة ممكن تسميها حاجات كتير لكن على طول لازم تواجه وإنت بتسأل في حاجة في الإسلام هو أنت هتعترض على ربنا أو أنت بتشك في ربنا لكن النهاردة هنركز على فكرة الشك فكرة الشك ليه دي غلط ليه حرام إحنا يعني ما إحناش عارفين إحنا بنستعيز ونستغفر ليه وخايفين ليه لكن ما إحناش عارفين ليه لكن عارفين إن إحنا حنواجه عقوبة عقوبة ما من الله أو من الشيوخ أو من القائمين علينا أو من المجتمع أرجع عيد الفكرة دي تاني الخوف والاستعازة والاستغفار ويعني مراجعة النفس في الحكاية دي أول حاجة فيها أنت خايف من عقوبة ما حتقى عليك من هذا الإله اللي بيتوعد يجرؤ أو يكسر أنه يسأله أو يقوله ليه أو يقوله ما ينفعش أو يقوله أنا مش مصدق أو أنا لا أقبل أنك تبعات لي نبي بالشكل ده أو الكثير من الأسئلة أو أنا عايزة أعرف ليه أكثر أنت بتواجه عقوبة ده خروج عن اللي مرسوم لنا اسمه كفر الشك كفر فأنت بتبقى خايف من العقوبة يا إما من الله أو من الشيوخ أو اللي هما بقى إيه إلى ما لا نهاية هما المصادر لكل ما تعلمناه فالشك هنا يواجه المصدر بالحقيقة الشك يواجه المصدر بالحقيقة يا إما يثبت المصدر أو لا يثبت فطبعا الشيوخ يبقوا مرعوبين أنهم مش هيثبتوا لن يستقيم ما علمونا لأنهم ملوش رجلين ملوش رجلين هيقودنا دائما إلى إله يعاقب أو يجري منك أتعرفش تمسكه وحتى في المجتمع برضو بنخاف ليه عشان أنا لازم يكون ليا صورة التقوى أنا هستغفره استغفر الله العظيم فلان ده بيشك في ربنا وبيسأل الأسئلة كده زي الملحدين استغفر الله العظيم وأنا جواي نفس الأسئلة وأنت جواك نفس الأسئلة يجب أن نواجه أنفسنا أن الفكر مش حرام ومن يحرم الفكر يخاف من المفكر ويخاف من الفكرة نفسها اسألي نفسك كده النهاردة أختي الغالية العزيزة القيمة المهمة جدا عند الله عايزك تسألي النهاردة نفسك هل شكتي في وجود الله أو كان عندك أسئلة عن ما تعلمتيه في الديانة الإسلامية أو ما تسلمتيه من عقيدة والعجيب جدا أننا لما نقول كلمة عقيدة وأنا بكتبها حتى صدقوني يعني صدمتني لما نقول عقيدة فهي شيء يجب أن أعتقده أنا أن يكون نتاج فكري أنا أن يكون إيمان قلبي أنا لكن الحقيقة أن العقيدة في الإسلام مسلمة وأنت وأنت ما تقدريش تكون لك عقيدتك الخاص هي عقيدة واحدة تخرجي عنها تبقى كفرة وهكذا إذا كانت إيجابتك بنعم خليني أقول لك أن ده كفر في الإسلام ومش بس كفر بل هو كفر أكبر من الكبار في حاجات كبيرة وفي حاجات صغيرة ما هيصلها بالمقاس يعني فده بقى من كفر كبير جدا واسمه بقى إيه نقول عليه بالمصري كده على النار حت فهتفكر هتشك هتسأل في أسئلة فيها شك في شخص الله أو الملائكة أو الكتاب أو 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 إسه هنرسهم لكم إيه الحاجات اللي تخلي ده يبقى كفر أكبر الشك كفر لا محالة ممكن أحط له كده إمضاء عبدالله رشدي علشان كده أنا يعني أنا عن نفسي أنا صدمت زيكم بالضبط في الأمر ده في ناس كتير ما تعرفش إنه الكفر في الإسلام أو الشك في الإسلام كفر المتكلم في القرآن لا يعرف طبيعة الإنسان وإمكانياته كما يعرفها الخالق الحقيقي علشان كده حان الوقت اليوم إن يقدم لكم هذا الموضوع يعني على قلبي جدا إنكم تعرفوا ليه عنوان الحلقة بتاع النهاردة هو من شك كفر دي مش عبارتي أنا دي عبارة الإسلام بكل يعني تفاصيله بيقول كده إن الشك كفر وحنشوف ليه خليني أولا أقول لكم إيه معنى الشك في المعجم لأنه مثلا هما بيقولوا فيه فرق بين الشك والريبة طب يعني إيه فرق بين الشك والريبة دي يعني إزاي إزاي الشك والريبة معناهم واحد تقريبا يعني فخليني أقراركم المعجم بيقول كده الشك ده التردد بين المتناقدين بحيث لا يمكن ترجيح أحدهم على الآخر يعني واحد بيشك ده تعريف الفقه إذا أنت متردد بين أمرين مثلا عايز تقول إن الله موجود أو غير موجود فأنت ما أنتش عارف توصل هو موجود ولا مش موجود القرآن بيقول لك موجود محمد بيقول لك موجود أنت لازم تقبل ده لكن إيه دلائلك عشان أنت كإنسان تقبل أنت بتسأل عشان تجد لنفسك طريق لتقبل أنا عرفت منين أنه الله موجود تلامس معايا فعرفته مش المعطيات الخارجية ولكن المعطيات الشخصية الحاجات اللي جواك تعاملت الله وتقابله معك أنت دي حطها على جامعة أما بقى خليني أولا كمل لكم شكة في الأمر يعني إيه؟ ارتاب فيه ده من التعريف بتاع الشك شكة في الأمر يعني ارتاب فيه تردد ولم يصل فيه إلى يقين أو التبس عليه أو ارتاب فيه شوف التكراره أما الريبة بقى فيقول لك تعريف الريبة هي الشك والتهمة فأنت لما ترتاب في شيء لأن القرآن بقى بيتكلم عن الناس اللي في قلوبهم ريبة فأما ترتاب في شيء فأنت بتتهمه أنه ممكن يكون خاطئ أو يعني ممكن يكون خاطئ أو فيه حاجة غلط فحتة الشك دي عندما تواجه بإله الإسلام تواجه بمنتهى العنف لأنك لو فكرت هتلاقي الحقيقة ودي حاجة مهمة جدا أننا نعرفها الشك تساؤل تساؤل عن المحتوى والقيمة والمصدر لازم نفكر النهاردة أن في كلامي في هذا الموضوع أنا عايزاك تربط نفسك بالمصدر هل المصدر اللي بيخوف المسلمين أو شيوخ المسلمين وإله الإسلام هو الله نفسه ولا هؤلاء الشيوخ فيعني الشك من يهدد أما أنا أفكر وأشك وأتساءل بهدد مين إله الإسلام أو شيوخ الإسلام اللي اتنين الحقيقة لأنك هتلاقي إله الإسلام يقابل الشك والأسئلة بعنف وأيضا الشيوخ نفس الحكاية اللي في قدوم السلطانة الأرضي الشك أيضا في الأمور الطبيعية بتدخل فيه خبراتنا الشخصية ومثلا أنا بتعامل مع الله على أنه أبويا كتاب المقدس بيقول الله هو أبونا إحنا أصبحنا أبناء فيدخل في زيني ارتباطي فكرتي بثقة في أبويا الأرض إذا كانت كويسة أو مش كويسة وأربطها بثقة في الله فيحدث عندي شك في أن الله ممكن يكون شبه أبويا الأرضي بدل ما أقول أنه الله هو الكامل وبأوثق فيه بالكامل فالشك ده بتدخل فيه خبراتنا الشخصية ودي حاجة مش وحشة ولكنها أيضا تبدأ بشيء ممكن يبدو سلبي ولكن عندما نفكر ونبحث ونصلي ونطلب نصل إلى الإيجابي الشك مش شيء سيء لأنه بينتج معرفة أوسع أو أعمق أو تأكيد عند الإنسان للإحتياج لتغيير المصار بتاعه فلماذا يخشاه إله الإسلام وشيوخه؟ ده اللي هنبحثه النهاردة مع بعض من خلال فيديوهات النهاردة وبعض الفتاوي اللي أنا حابة أن أتعرض لها سريعا جدا إذا كان عندي وقت هندي فرصة لشيوخ المسلمين يطرحوا وجهة نظر هذا الإله ووجهات نظرهم هما في خطورة الشك على المسلمين وأمة المسلمين ونقرر بقى لأنفسنا وده رجائي النهاردة إنه كل اللي بيسمعوني يقرروا لأنفسهم إنه أنت يعني هل ده يليق بإله تحب أنك تتبعه ولا لأ أولا حب أنوه إنه الشك في المسيحية ما يخرجكش عن الإيمان أبدا وهخصص لكم الجزء الأخير من الحلقة عشان نتكلم في هذا الأمر بالتفصيل الشك في المسيحية مش خطية مش خطية وحنشوف إزاي الله يتواصل معنا حتى من خلال مرحلة الشك فيه شخصية كمان خلينا نشوف الفيديو الأولاني معنا النهاردة بيكلمنا الشيخ النهاردة بيسألوه إيه هو الشك المخرج من الملة تخيلوا بقى الشك يخرجك من الملة بحلها نشوف كده أحسن معكم رخ عبدالله سأل عن ضابط الشك المخرج من الملة الشك المخرج من الملة هو الشك المستقر الذي يرتضيه الإنسان أما الشك الذي يطرأ عليه ويدفعه فإن هذا لا يؤثر ولا يضر الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عافى لأمتي عما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلع وبعض الناس يعتريهم شك لكنهم يدفعونه ولا يستقر هذا لا يضر الإنسان شيئا طب كيف يدفع الإنسان الشك؟ هو قال لك الشك المخرج من الملة هو الشك المستقر الذي يرتضيه الإنسان بداية عايزة أقول إنه لو الإنسان بيشك في شيء ما فأخذ خطوات إنه يبحث فيه فيجد إجابات والإجابات بتوصله لإنه أنا شكي كان في محله شكي في محله فاكل إزاي؟ يعني عارفين اللغة دي بنقولها العبارة دي بنقولها ده أنا شكي في محله بصراحة فلاقيت إيه بقى إن شكك في محله؟ لقيت الحقيقة فده وصل هذا الإنسان إنه يجد الحقيقة فيبقى شك بناء فالشك البناء اللي إنت بتقول عليه استقر بقى الشك البناء ده يعمل إيه؟ يستقر مع الإنسان يقعد لإن أنا شفته مش هيقعد شك لكن هيوصل إلى إنه يكون مرحلة وجدت الحقيقة زي ما بيحصل كده مع العابرين والعابرات بيسألوا أسئلة مهمة عن الله فيجدوا الحقيقة واليقين في المسيح فيستقروا فيه فده طبعا هيخرجك عن الميل بالنسبة للإسلام ولكنه لن يخرجك عن العلاقة بالله هذا الإله الذي يخاف من أن تخرج من إيده من قبضته هو الشيطان اللي مش عايزك تخرج من قبضته تحت سطوته أوكي؟ وبعدين هو بيقول لك بقى الشك المخرج من الملة هو الشك المستقر اللي الإنسان بيردى عنه يعني بعد ما تلاقي الحقيقة أنا توردت بالحقيقة فخلط يعني استقريت عليها فبيقول لك بقى إن محمد قال إيه؟ نقطة مهمة جدا يقول لك محمد قال كده إن الله عافى عن أمتي ما لم تعمل أو تتكلم يعني أنت ممكن يبقى في مخك شك قول بقى عليه وسواسة هم أسلهم بيقسموا يقول لك سيدي وسواسة شيطان استعيذوا خلاص عشان كده بنتكلم زي البغبغانات أعوذوا بالله أعوذوا بالله ومفيش حاجة بتحصل بتفضل برضو الفكرة موجودة لإنك إنسان ترى تسمع تفكر إلى أن أنت تقفل حواستك بنفسك بس هو بقى بيقول لك المفروض عن محمد بقى بيقول لك إنه ربنا غفر أو هذا الإله غفر لأمة المسلمين ما لم تعمل أو تتكلم يعني العمل اللي هتعمله لما يكون عندك شك هتعمل إيه؟ هتفتح الكتب وتقرأ هتسأل هتتفاوض هتسأل ربنا نفسه أو إنك تقول أنا خرجت أنا خرجت من هذا الفكر الدين الثقافة الإسلامية فطبعا مش هغفر لك مدان ما بتتكلمش وما بتعملش وإنت ساكت كده وحطه في قلبك ماشي ممكن يعديها لك هنا هو لا يحرص على قلب الإنسان هو يحرص على المنظومة الشكل العام الشكل العام ويقول لك بقى إيه؟ إنه ده يبقى الشكل الذي يدفع ولا يستقر طب إزاي؟ إزاي يدفع؟ كيف يدفع الشك ولا يستقر إن لم يجد إجابة؟ إيه الأدوات اللي بيستخدمها الإنسان حتى يجب يجد إجابة على الشكوك والتساؤلات اللي جواه؟ إيه الأدوات اللي نستخدمها؟ فيه سؤال جيه للحقيقة فتوى بتسأل كده بحد بيسأل يعني إيه الحاجات اللي أقدر أعملها علشان خاطر يعني أتخلص من الشك فرح مكلمه وقاله الشك فالله مش عارف إيه اللي هنتكلم عنه ده وده اللي لا يغطفر ويجب أنك تتوب عنه والحاجة التانية إنه الوسوسة فإذا مثلا كنت بتشك إنك صليت بدل ركعتين صليت تلاتة أو تلاتة مش عارف إيه فالأحسن لك إنك لو متلاخ بتصلي اتنين وكمل التالت علشان خاطر يعني الزيادة أحسن بردو مفيش أي حاجة الدال وأدوات إزاي يعمل مثلا لو أنت المفروض تطلع إرشين طلع تلاتة عشان يعني برضو الضمان أحسن المفروض تصلي ركعتين أو تلاتة وينسي تصلي زيادة ما يجراش حاجة عشان تضمن إنك عملتها فتريح نفسك ولكن ليس هناك شيء يعطي الإنسان أدوات كيف يعدل الفكرة في داخله إيه الملجأ اللي يقترب بيه من الله فالله يعدله الفكرة دي الفكرة دي مش موجودة خالص خليني هاخد لكم الفيديو اللي جاي الشيخ محمد حسن الشيخ محمد حسن بيتكلم في الفيديو ده كله عن الكفر وأنواع الكفر يعني يعني عايزاكوا تاخدوا بالكوا إنه أنواع الكفر اللي هيعددها الستة اللي هيعددها دي هيختم بيها ب كفر الشك وبعدين هتلاقوا وإحنا بنسمع الفيديو لو حطتوهم كلهم على بعض هتلاقيهم من هم مرتبطين فخلينا نسمع رأي في هذا الموضوع أولا فالكفر نقيض الإيمان وهو ينقسم إلى قسمين كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق وكفر أصغر غير مخرج من الملة طيب الكفر الأكبر المخرج من الملة ينقسم إلى ستة أنواع كفر التكذيب ده كفر الجحود كفر العناد والاستكبار كفر الإعراض والنوع الخامس من أنواع الكفر كفر النفاق والنوع السادس من أنواع الكفر الأكبر هو كفر الشك كفر الشك والتردد ومعناه أن يظل المرء في شك في شك في الله في شك في رسول الله في شك في ما جاء به رسول الله من عند الله جل وعلا هذه أنواع الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة باتفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب ادي الستة انواع اللي قال لنا ده يعني الكفر الاكبر وكفر اصغر الكفر الاكبر لانواع الستة اللي تتعلم عنهم هو التجذيب طيب على فكرة التجذيب مرتبط برضو بالشكل لان انا لو هشك الاول بعدين كذب يعني هشك وبعدين لقي طريق فكذب الجحود هيكذب مثلا النبي الجحود بالنبي بالعمل ربنا ليه بمعطيات الله ليه وهكذا ده كفر ده كفر العناد في قبول اللي الله بيقوله يعمله مثلا كفر انا بعند ليه بكحد ليه كل الحاجات دي لانه بتبتدي بالشك واحد فكر فشك وبعدين في الاخر يقولك ايه النفاق والشك والمنافق المفروض يعني انه المنافق ده بينافق علشان خاطر عنده شك ومش مؤمن باللي هو ماشي فيه انا هتكلم عن ايام محمد على الاقل يعني اللي هو تكلم عنه تلاقيينه مرتبط جدا ليه الناس دول نفقه هم ما نفقه علشان خاطر كانوا خايفين منه عايزين بس يخلصوا امورهم لحد ما ينزح من عندهم وخلاص فبرده كانوا معترضين وبرده كانوا مش مصدقين الشكك مش مصدق انا مش مصدق طب اثبتلي انت مين فصدقك طب اتحاور معايا مش اقتلني واقصيني وهددني والكلام ده كله فيعني ويقولك ان دي تخرج من الملة كل الستة دول اذا كان في احدى هذه الامور واحدة منها وغالبا ما هيجتمع اثنين تلاتة اربعة من دول في معظم المسلمين انا كنت مسلمة وعارفة يعني انا عارفة ان انا كنت بنافق وقول انا مؤمنة في حاجات وانا مش مؤمنة يعني اقول جدتي مثلا ان انا مش مؤمنة بطريقة الصلاة ولا كذا يعني كتير من الامور فكرة هذا الاله عن المرأة مثلا لا ما اقدرش اقولها كده يعني فانا كنت كفرة من الاصل خالص يعني ما يجدعوا بالموضوع يعني وكتير من المسلمين والمسلمات كده نفكر هل هذه اللغة يمكن ان اله بهذه يعني المفروض انه الاله العظيم القدوس يعني ليس كمثله شيء يخاف من انه فرد يشك فيه ازاي الفيديو اللي بعد كده خلينا نشوف ازاي محمد تعامل مع الريبة فضل قال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي لم يترددوا ولم يتشككوا ولم تعصف ريح الشك بقلوبهم ولا بحقيقة الايمان في قلوبهم انما المؤمنون الذين انما المؤمنون طيب دول المؤمنين بس هما اللي لم يرتابوا اي حد خرج عن ده في الشك يبقى برة القطيع خالص عايزة اقراركم فتوى او سؤال جيه بيقول كده هل يعذب من كان شاكا في الدنيا بسبب هذا الحديث ويقرأ لنا بقى ايه الحديث فالحديث بيقول كده بيقول كده انه حين يدخل هؤلاء قبورهم يعانون بعض ما كانوا فيه يشكون حين يأتيهم الملك فيسأل كلا من هؤلاء فيما كنت فيقول لا ادري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيفرج له قبل الجنة فيعني ايه يتفتح له حتى كده على الجنة فينظر الى زهراتها وما فيها فيقال له انظر الى ما صرف الله عنك بيزله بقى يعني ايه المفروض يعني انه وقعت في القبر فيدخله يسأله انت كذا ايه رأيك في كذا يقول له مش عارف مش عارف وفيه كمان احاديث تانية بتقول انه بينها زي الحمار وحاجات زي كده فيفتحوا له طاقة كده على الجنة يقول له بص بقى شفت انت فاتك ايه زول وبعدين وبعدين ايه ثم يفرج له قبل النار فينظر اليها يحطم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه موت وعليه تبعث ان شاء الله الراجل مات وشبع موت المفروض يعني من الذي ارسل هؤلاء بصوا الكلام بتاع التخويف الرعب بقى اللي عايزنا نترعب وده اللي كنت بفكر فيه وانا صغيرة وده اللي انت بتفكر فيه دلوقتي انت ازاي هتقابل ربنا وانت بتشكه كلام ده كله لو انت هتقابل اله الاسلام هتقابل ده لانه ده الشيطان بعينه اللي مش عايز صلاح الانسان اللي لن يتقابل معك ده مش بس كده ده هيبعت لهم ملايكة زلهم بص الجنة بقى مش هتشوفها بعينك انت داخل النار هتقعد بقى انتظر فيقعد الميت المفروض يعني هيقعد الميت بقى ايه يتقلم ويتعذب في القبر ولسه كمان يعني ايه قلم انه منتظر انه هيدخل النار سيناريوهات يعني مضحكة جدا ولكنها تدل على قلب اله الاسلام الشيخ بقى بيرد عليه بيقوله ايه بيقوله ايوا الكلام ده صح من شك في الله او في الملائكة او في الرسل او في البعث او في الجنة او في النار او في شيء مما بلغوا عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر اقفل نقطة خلاص يعني كل ده لازم تؤمن بيه وانت منتاش فهمه ومنتاش موافق على تفاصيله وإلا انت كافر ويعني ايه اللي هيحصله بقى عن نار حتف بيقول بقى في سورة الكهف بيقول وقال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولان رددت الى ربي لاجدان خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وبعدين بقى بيقول حديث المهم ده وروا مسلم عن ابي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى لا يلقي الله بهم عبدا غير شاك فيهم الا دخل الجنة يعني اذا اذا حد شهد انه لا اله الا الله وانه محمد رسول الله دول اللي حيدخلوك الجنة لو ما كنت شكيت فيهم ابدا يا سلام ادي الطريق فطبعا بيأكد له على كل ده وبيقول له بقى يعني الحديث اللي انت بتقوله ده بيدل على ان من كان على اليقين في الدنيا يموت عليها يموت عليها داتا وكذا في جانب الشك يعني اللي كان شكاك في الدنيا حيموت وهو شكاك اذا مش شايف جن لا امل لا تلاقي مع هذا الاله ولا تفسير لماذا اللي يفهمه البشر الدعفاء يعني بشر ضعيف مش فاهم عشان تعرفوا انه هناك تفاصيل اكبر كتير من قد ايه في حاجات بتكفر الانسان وتخرجه من الملة وتقول ويقولك ده مرتد في حاجات انت مستلمها من اله الاسلام زي ما هيكد ما تقدرش تغير فيها حاجة وانت مش فاهمها ولا اللي الدهالك فاهمينها بس هما فاهمين انه في ايديهم مفتاح السيطرة على مخك وامخاخ المسلمين كلها لو شورولك بالجنة والنار والعذاب القليم فيه سؤال مش مرتبط ارتباط مباشر قوي بالموضوع ده لكن في النهاية هتفهموا انا حطته لكم ليه واحدة بتسأل شيخ اذا ايه يعني ايه حال ما نشك انه الكفار من المسيحيين واليهود ايمانهم صحيح او غير صحيح يعني انا لازم اؤمن ان المسيحيين واليهود وغيرهم في ضلال طب اذا انا شكيت انه هما في ضلال اعقابي بقى خلينا نشوف الرد الشيخ كان ايه هنا سارة من السعودية سألت عما ورد في مقرارات دراسية الشيخ بان ما شك في كفر اليهود والنصارى والوثنيين فهو كافر وتسأل هل الكفر له درجات ما ذكر من وجوب اعتقاد الكفر الكافرين هذا اصل من اصول الدين يجب اعتقاده الله تعالى يقول في محكم الكتاب فمن يكفر بالطوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفق لانفصام لها هذا من اصول الديانة انه يجب ان يعتقد الانسان ان من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر الله تعالى يقول ان الدين عند الله الاسلام ويقول ومن يبتغر الاسلام دينا فلن يقبل منه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن أشيام رضي الله عنه في سهل من مسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله بعد الدباقة الطويلة دي بيقول لها انه انه الاعتقاد في كفر الكفار اساس من اسس الدين وانه انت لازم تخدي المعطى ليكي وانه ده الاسمه من تمسك بالعروة الوثقة اللي هي بقى اسس الدين بقى أو الحقيقة كده يعني انا عايز افهم ايمانك انت بالله لا يكفي منفعش يجب كمان انك تؤمن ان من حولك كفار الامان الشخصي لا يكفي هذا الاله طب انا شخصيا يعني ما بقدرش ابص للحوالية وحكم اقول ايه ده الشخص ده ماشي وحش ده ماشي غلط ده ربنا هيعمل فيه كذا مش للاشخاص ولكن لاماني ان الله بينظر الى كل انسان من قلبه هو وانا ما عنديش القدرة اني استوعب عظمة رحمة واتساع قلب الله فيه ثوابت في المسيحي فيه ثوابت فيه الامان بيسوع المسيح وقبوله مخلص شخصي ليه هو الطريق الوحيد الى الله يعني مفيهاش كلام لكني مع ذلك لا اجرؤ انه احكم على انسان انا معرفش هو مات ازاي وكانت اخر لحظة بينه وبين الله حديث ولا لا لكن اؤمن عندي هذا الاتساع بقى اؤمن ان الله يطلاق مع الانسان بشتى الطرق والى اخر لحظة لاني اعرف مدى محبته لكن في الاسلام انت مش بس كده يجب انك ما تشكش في ان الكفار اللي حواليك ممكن يكون عندهم بعض الايمان الصحيح فشايفين التفاصيل اللي ممكن من خلالها تبقى كافر وانت مش عارف يعني يعني الستة دي هي عندها شك انه مثلا المسيحيين واليهود عندهم ديانة صحيحة مختلفين شوية عنها بس يعني عندهم ديانة صحيحة لكن الاسدان بيقول لا ما عندهمش ديانة صحيحة الموجودين دو الكفار هي بقى ما تعرفش انها كافرة لانها شكت في الموضوع يعني هذه التفاصيل اللي دائما هتقودك الى الهوى الصحيقة الحفرة هتقودك للنار هتقودك للهلاك وفي الحقيقة يعني الواقع ان هذه التعليم الاسلامية فعلا تقود الانسان للهلاك دا الحقيقة وانه الخلاص الوحيد في يسوع المسيح المهم عندي من الفيديو اللي انا قدمته لكم النهار دا انه حتى هذه التفصيلة الدقيقة لا يمكن انك تشك في شيء ربنا عمله او قاله او المحمد قاله او في السنة شك بسيط قد كده يحولك للكفر خلينا نسمع الفيديو الاخير للشيخ حسن الكفر الاكبر وهذا المناط يحتاج الى العلماء الى المجتهدين ليفرقوا بين لفظة الكفر هذه هل يقصد بها الكفر الاكبر ام يقصد بها الكفر الاصغر على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبدالله مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر استنى شوية ما تتعجلش بإصدار الحكم بالكفر على اخ بيقاتل اخاه او على مسلم يقاتل مسلما او على مؤمن يقاتل مؤمنا بدليل الحديث وقتاله كفر والنبي يقول لقد دلت الادلة وقامت الادلة الشرعية على ان لفظة الكفر في هذا الحديث لا يراد بها الكفر الاكدر انا هعدلك الفيديو تاني بس خليني اشرح حاجة بسيطة وبعد نرجع نعيد الفيديو تاني عشان الفيديو ده مهم اوي كلام اللي قاله مهم اوي حكاية الكفر الاكبر والكفر الاصغر الكفر الاكبر الستة اللي احنا قلناهم في الاول والكفر الاصغر هو بيدي فيه امثلة زي ما محمد قال انه قتال يعني ما يش يعني يمكن انه يغفر بيتخنقوا على حاجة معينة واحد منهم صحة واحد منهم غلط وهكذا وانه هذه النقطة بقى المهمة والكبيرة ركز معايا ان ما ينفعش انك تفصل بين ده وده وتعرف الفرق بين الكفر الاكبر والكفر الاصغر حتى ولو كان في حاجة شكلها كبير اوي للبشر الطبيعيين انه مسلم ودي حاجة كبيرة انت يلي مش فاهم عشان انت زغنون ومتعرفش تفكر مش عايزة اقول يعني كلام كبير انت يلي مش فاهم ما تقدرش تاخد فيها قرار لانه ده تخصص العلماء اللي عدوا يفندوا ويعملوا ويطلعوا لك بقى ايه دي كبيرة ودي صغيرة دي متوسطة ودي ابيض النهاردة من منظور الانسانية ان القتل كبير لانه يعني ينهي حياة الانسان ينهي فرصة الانسان في الحياة واللقاء مع الله اصلا دي من الحاجات الكبيرة اوي بالنسبالي انا اما بسمع ان حد مات من غير ما يعرف المسيح بتبقى موجعة جدا لقلبي لان من قتلوا انهى فرصة انه يكون طريق مع الله او لمعرفة الله فمن منظور العالم او حتى فرصة حياة او حتى انه يكون مؤثر لعيلته او حتى انه ربي ولاده او حتى انه يكون انسان منتج في مجتمعه حتى ولو كان ما هوش صح دينيا القتل من الامور الكبيرة جدا انك تنهي حياة انسان لكن من منظور هذا الاله متشكش فيه بس اخوك المسلم اغفر لك دي بس مش هغفر لك دي ماذا يدير هذا الاله في الشك فيه ده واحد وبعدين الزبانية بقى بتاعته والادوات الناس اللي بيستخدمهم من العلماء بقى المصادر اللي بيودوا لك التفاصيل بتاعته تخصص العلماء وطبعا لازم محمد حساني يقولك لا استنى معلش يا انت وتقدرش تعملها من غيرنا يعني سوري معلش استنوا عشان انتو مش فاهمين انتو عامة هذا العلم غير متاح للجميع احنا اللي نقول لكم فين ايه كبير او ايه صغير اوعى تشك فالله بس ممكن تقتل اخوك المسلم اذا كنتوا مختلفين الكفر ده كفر اكبر عشان لو عملنا كده هنعمل ايه في معركة الجمل هنعمل ايه في حروب الردة هنعمل ايه مشاكل مشاكل اسلامية كبيرة جدا لما بتفكر بتلاقي انها لا يمكن تصدر من فكر وقلب اله يعني اما يقارن مثلا من من الكفر الاصغر انا مش فاهمة يعني كفر اكبر واصغر دي كل كيعة صعبة علي اقولها لكن مثلا ادى مثل القتل المسلم للمسلم وبعدين رح مدي مثل بقى الست اللي بتزور المقابر وتنوح على جزء فقال لك دي صغيرة ما قدرش اقول لها انت كفرتي كفر بين لانك بتنوحي على زوجك واحدة مكلومة يعني بس كفر برضو ارجع لفكرة المصدر مين المتكلم مش الشيخ حسان المتكلم هنا اله الاسلام الوضع كل هذه الضوابط المتضاربة هي ضوابط متضاربة ومختلفة وتفاصيل كثيرة علشان ايه عشان يتوهك ويتوهني ويلخبطك ويلخبط عقلنا واحنا ما احناش عارفين فنيئس فما نقربش منها عشان في الاخر ما تترميش في حفرة وإله هذا الدين يهدد الناس انهم رايحين جهنم لا محال القصد في هذه الامور حماية الله ام حماية رجال الدين من جيل الى جيل الى جيل حتى الانبياء من وجهة نظر الاسلام ايوة ده صح هما بيحاولوا حماية هذا الاله اخطر شيء ان الناتج هنا ان الشك بيفصلك عن الله والتفكير كمان بيفصلك عن الله بس اتحالب اخوك وتقتله ليه حل شيء مرعب انا عايزاكوا تفهموا قد ايه خطورة ان هذا الاله يفصل نفسه عن عبيده ويجعلكم عبيد فعلا فانت دائما هتكون منفصل عنه لانه دائما ما هيكون هناك شيء يعيبك في نظره ومش هتعمل كفاية يعني ما تعودش بقى تكررلي اذا دعاني مش عارف ايه اجري وقرب له مش عارف ايه اذا جاني سعيا اجيله هرولة والكلام ده كله بس انت عندك برضو التفاصيل دي اذا شكت فيها هفتح لك بقى الطاقة عشان تشوف النار والجنة وهي يعني ما فيهاش حل تحذير ان هذا الاله لا يعرف الانسان وطبيعة الانسان في المسيحية الامر بيختلف تماما الشك في حياة الانسان العادي ده طبيعي يعني بيحدث في امورنا اليومية يا ترى انا عملت الاختيار ده بسبب ايه طب يا ترى الاختيار ده صح ولا لا يا ترى الانسان اللي بتعامل معاه ده في حاجة الاني في تصرفاته فبشك في تصرفاته فيخليني ابحث او لاحظ او دق او اسمع او اقرأ الشك في موضوع الله والعلاقة بالله يخليني افتح الكتاب المقدس مثلا طب انا عايز اعرف فكر هذا الكتاب ايه فكر هذا الاله ايه ايه المقدم لي اقدر اعقله ما اقدرش اعقله اقدر اعقله حل عندي معضلة في اية في اقاريتها في الكتاب المقدس يعني مش عارفة افهمها او لقيا فيها صعوبة اقوم يعني افتح ما يشبهها في الكتاب المقدس من كلمة الله بردو بردو لحد ما اصلي واسأل ربنا لحد ما افهم في مراحل مختلفة من الايمان او عدم الايمان يعني وانت بتبتدي حياتك وخطواتك مع الله انت بتبتديها ازاي احتياجك انت عارف ساعات الناس تبتدي من مكان احتياج انا محتاج ان انا اعرف الله انا محتاج لوجود الله في حياتي انا محتاج اعرف الله حقيقة ولا مش حقيقة انا محتاج انا امشي اعرف ان انا ماشي في الطريق الصح ولا مش ماشي في الطريق الصح محتاج اعرف الاسلام صح المسيحية صح محتاجة محتاجة لاني انسانة الله خلقني في اشتياق للتلاقي معاه انت بتبقيش عارف احتياجك ده جاي منين فدي مرحلة ومرحلة تانية ممكن تيجي في البحث عن العلاقة بالله وفي الفهم او في الشك في اللي انت فيه انك بتبصي للإيمان اللي انت اتربيتي فيه وتولدتي فيه وبتلاقي نفسك مش مقتنع بيه فبتشكي فبتسألي فبتدرسي فبتصلي فربنا بيتلقى معاك بتحاولي الاقترابنا الله فربنا بيتلقى معاك الشك ممكن يبقى في حياتنا في امور كثيرة جدا وحتى في العلاقة بالله ممكن الله زي ما قلتلكم انظر لله على انه ابويا وانا ابويا لم يرعاني جيدا مثلا فانسب لي ده لاني ما عرفش انه الله في الكتاب المقدس هو الراعي الصالح اللي ما فيش اصلح منه وانه قريب للانسان وانه محب للبشر وانه فابتدي ادرس فممكن في حياتي اليومية ما ثقش ان الله هيعتني بيا عشان انا مش مهمة لاني تربيت على اني مش مش مهمة لكن الله بيقول لي في الكتاب المقدس انه انت يا اماني وانت يا فايزة ويا محمود ويا سناء ويا فيصل ويا فادي ويا فاطمة نقشتكم على كاف من يمسكم يمس حدقة عيني فانا اسدق هذا الاله لانه في معطيات في حياتي بتقول انه بيحميني فاقول له يا رب انا محتاجة اشوف هذا مثلا فامور الحياة فيها شك في حاجات كتير بتعلم وانا ماشية ازاي اتعامل مع هذه الشكوك لكنها لا تنفيني او تفصلني عن العلاقة بالله هديكم مثلا من الكتاب المقدس ليه الرسول بوتروس الرسول بوتروس كان من تلاميذ المسيح هو صياد كان جاف الطبع شوية ولكن تحس من تعاملاته مع المسيح انه بالرغم من جفاف طبعه الا ان قلبه كان رقيق وبيحب المسيح جدا ففي يوم من الايام كانوا التلاميذ في السفينة والمسيح جه الحادثة المشهورة مشي على المية وهم شافوه فبوتروس قال له يا رب لو ده انت انا بقولكم بالبساطة يعني لو ده انت خليني اقدر اجي وامشي على المية واجي لك فقال له تعال فبوتروس فعلا نزل من السفينة ومشي على المية لكن بص حواليه وشك انه ايه ده وانا ماشي على المية صحيح وده المسيح فعلا وهو ده حقيقي ولا انا بحلم ما عرفش كان في مخه بوتروس ايه لكن كان في قلبه شك والدليل عندي انه المسيح قال له لماذا شككت لماذا شككت فبوتروس ما بيتقالش عليه بوتروس الشكاك لكن بيتقال عليه الصخرة اللي المسيح قال له على هذه الصخرة ايمانك او انت يا بوتروس على هذه الصخرة ابني كنيستي لكنه شك بس الاهم عندي في الرسالة دي حط صورة بوتروس وهو ماشي على المية وهو شايف عينه في عين المسيح ومشيله على المية والمسيح شايفه ومتواصل معاه فشك فوقع فلما وقع بوتروس المسيح ما قالوش يا قليل الايمان لماذا شككت طب انا سايبك وماشي بوتروس الصياد كان بيغرق لانه شك في مكانته الموقف اللي كان فيه مع ربنا اين كان موقفك مع الله انا هقولك ان الله هيعمل معاك زي ما عمل مع بوتروس عمل ايه مد ايده وطلعه من المية قرب ليه لما تمدي ايدك وطلع حد من حفرة او هو بيغرق انت قريب جدا منه بتعطيله حياة الله اعطى لبوتروس فرصة اخرى في الحياة وفي الايمان لان هذا الاله الصالح تعامل مع بوتروس في سقوطه وفي شكه بوتروس مش المسأل الوحيد ابراهيم وصارة شكه في تعاملات الله معاهم ضحكه مش شكه بس دول يعني يعني انا بقى التسعين سانة وهي مش عارف كم سانة وانا لسه هخلف الله قال له ايه هتخلف ورحله وزاره بنفسه تواصل معاه وكمل التواصل معاه هناك الكثير من الامور في حياة ابراهيم مشت على خلاف ما الله قال له اختياراته كانت على خلاف ما قاله له ربنا وفي كل مرة كان الله بيجي جنبه وبيقف جنبه وبيرفعه وبيعدده وبيكمل وعوده معاه بدل ما نهرب من الشك تعامل معاه بالبحث وبالصلاة وبسؤال الله عن كيفية انك تصل للحقيقة هديكم مثل كمان عن جدعون جدعون شخصية في الكتاب المقدس بيروح الملاك وبيقابله في مكانه وبيقول له السلام لك يا جبار البأس ربنا بيدعوك للمهمة الفلانية هتعمل المهمة الفلانية فجدعون ازاي انا ما اقدرش اعمل كده انا ما اقدرش اقوم بالمهمة دي وشك شك في نفسه ام شك في اختيار وتعين الله ليه فعمل ايه طب قال انا هختبر الكلام ده حقيقي ولا لا ولا انا كنت بتخيل فقال انا عمل الاختبار بقى حط حتة صوف وقال لو اللي حواليها كله يبقى مبلول والصوفة تبقى ناشفة وتاني يوم عمل عادل الاختبار لما ربنا عمل اللي هو طلبه منه وقال طب الصوفة تبقى مبلولة واللي حواليها ناشف وربنا برضو اقترب منه واستجاب هل جدعون كان بيختبر نفسه ولا بيختبر الله وتعين الله هسألك تاني لان انا وانت ساعات بنعمل كده يا رب نقدر على المهمة اللي انت بتديها لي دي ولما امن جدعون بقدرة الله اصبح فعلا جبار البأس اللي ربنا اختاره شكوا لم يمنع عنه بركة الله ولم يمنع عنه تعين الله ابدا انواع تومة بيتقال عنه في الكتاب المقدس انه هو تومة الشكاك يعني سمحوني انا انا معترضة جدا على الموضوع ده تومة كان عند شاف المسيح هو بيصلب وعارف انه ادفن وكان مع التلاميذ وكانوا بيصلوا مع بعض وانت قابل مع التلاميذ اللي شافوا المسيح ومشوا معاه وبعدين قالك لا لا يمكن انا قالوله التلاميذ انه المسيح جهه وكان واقف في وسطنا وانه قام من الاموات قال انا لازم احط ايدي في خروم المصمار وحط اصباعي تجنبه المسيح مدخلش من الباب وقال له ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده يا تومة انت بتشك فيه انت مش عملت معجزات باسمي انت مش عملت كذا لا ابدا او مثلا كان المسيح قال لا طب انا مش جاي القودة وتومة فيها عشان تومة شكاك ابدا ابدا المسيح ما عملش كده المسيح جه وقال له ادي ايدي ايه ادي جنبه انا هو انا اللي عرفتني الحي من بين الاموات انا سبب خلاصك والمسيح النهاردة بيقولك انه سبب خلاصك وموجود ومتحليك اسألي يا رب انا عايزة حط ايدي في المسامير واشوف انا عايزة اتقابل معك بصورة شخصية واشوف حتى لو جواك شك مولودة مسيحية يا مولودة مسلمة الله بيدعوكي النهاردة دعوة خاصة اسأليني عمقي الطلب والسؤال وانا حاضر لاني احبك جدا في واحد راح للمسيح اشتكال وقال له يا رب يا سيد التلاميذ بتوعك كانوا بيحاولوا ان هم يخرجوا الشيطان من ابني لكن مقدروش يخرجوا الشيطان فبصلهم المسيح وقال لهم يا قليل الايمان يعني فين الايمان بتاعكم منتوش عندكمش ايمان كافي كل دون شككين شكوا في قدرتهم الا الله ادهالهم كلنا 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 فالمسيح قال له انت عايزني يعمل لك ايه قال له شفيلي ابني قال له اتؤمن فقال له اؤمن يا سيد اعن ضعف ايماني اعن عدم ايماني النهار ده ربنا بيقول لك كده اسألي الله لشفاء ومعرفة ومعجزات علشان توصلي لشخصه وحتى لو مش جواكي ايمان كافي قولي له اؤمن يا سيد اعن ضعف ايماني والمسيح شفى الابن والمسيح استجاب للطلب والمسيح النهاردة يشفي قلبك ويديكي كل احتياجات قلبك انك تعرفي الشك مش خطية في شكنا الله بيقترب مننا عارفين ليه؟ لان الله يقترب من الخطاة عايز اقول لكم 3 اربع حاجات تقدروا تبصوا عليها وتشوفوا ازاي تتخطوا مراحل الشك اللي بيمر بيها كماني قدمين في ضعفنا او في تساؤلاتنا او في مرحلة بناءنا الروحي والقلبي افتكروا لو انتي ما عندكيش معرفة يعني عميقة بالله تصدقي ان الله يمكن ان يكون حنون ولا لا انا اصدق ان الله يجب ان يكون حنون انا بقولك ان الكتاب المقدس تمسكي بهذا قولي له يا رب انا سمعت انك حنون وريني هذه الحنية باقترابك مني تصدقي ان الله يقف وسط الخطاة ولا يبتعد عنهم؟ طبعا لانه الكتاب المقدس بيقول افتكري كده اللي انا بقوله لك ده مش كلامي ده كلام الله لانه ونحن بعد خطاة مات المسيح من اجلنا فانتي تقولي له كده قولي له يا رب لو ده حقيقي لو انا فوسط خطيتي وفوسط شكي ان اعتبرنا شك خطيئة حتى لو انتي جواكي كده قولي له يا رب لو انا فوسط الخطيئة دي انا عايزك تقترب مني فيقترب ليكي كما اقترب من بوتروس وتوماس وجدعون والرجل اللي شاف بنته كما اقترب من المجدلية كما اقترب من الخطاء الانتقد لانه كان في وسطه اذكركم بالمسيح الله الظاهر في الجسد اللي كان يقف ينظر الى الجموع فيتحنن عليهم تمساكم ده الصلاة هي الوصية الاخيرة اللي اقدر اقولها في اخر الحلقة النهاردة انه اذا كان جواك شك او جواكي شك في شيء معين في علاقتك بالله صلي صلي يعني يسأليه يعني يطلبيه يعني يقولي له انت قلت انك عايزني اكون ابنة ليك علمني ازاي وريني ازاي اكسر الحدود اللي انا مقدرش اكسرها وانا اصلي من اجلكم ان الله يصنع ده في حياتكم اليوم والى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة